أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما يسهم به مشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة في أفريقيا من تعزيز للعلاقات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بأهمية زيادة التوجه نحو القارة الأفريقية ودعم مجالات التعاون في مختلف القطاعات جاء ذلك خلال اللقاء لرئيس الوزراء مع وزير الزراع والسصلاح الأراضي السيد القصير لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزراء حيث تناول اللقاء عددا من المؤشرات الخاصة بالصدرات المصرية الزراعية والتي شهدت طفرة غير مسبوقة ووصلت إلى حوالي 5.6 مليون طن بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار وذلك خلال عام 2021 بخلاف الصدرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبئة اشتركوا في القناة